تجواننا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الاتحاد الإماراتية التي نقرأ منها نظرات ذكية تسهل حضور الصم العروض المسرحية جاء في تفاصيل الخبر طورت شركة إبسون نظارة ذكية لمساعدة المصابين بالصم أو ضعف السمع في متابعة العروض المسرحية حيث تعرض النظارة نصوص الحوار المسرحي في عبارات مكتوبة على أحد حقول الرؤية في النظارة إلى صحيفة اليوم السابع المصري مشاهدين التي اخترنا منها لكم الصين تطلق رجل شرطة آلي للسيطرة على الحشود أطلقت الصين عددا من رجال الشرطة الآليين في باتين للسيطرة على حشود الناس وزودت هذه الروبوتات ببرنامج التعرف على الوجه الذي يمكنه الشعور بالخطر ونطال من صحيفة الشرق الأوسط علماء يصنعون إسمنت أخضر صديقا للبيئة اجتمع خمسة عشر عالما دوليا في مدينة زيورخ السويسرية للبحث عن إسمنت لا يضر بالبيئة عند إنتاجه وقال العلماء إن المشروع سيصبح حجر الأساس بالنسبة للبشرية في البحث عن بديم بيئي لأهم عناصر البناء في العالم إلى صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها شابة تركية تستفيق من غيبوبتها لتتحدث الروسية بطلاقة أفاقت شابة تركية من غيبوبة لتجد نفسها تتحدث اللغة الروسية على الرغم من عدم معرفتها بها سابقا وقد تعرضت تلك الفتاة إلى حادث مرور قبل أربعة أشهر ختاما مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية أبل تنتج مسلسل خيال علمي قالت مصادر مطلعة إن شركة أبل تضع اللمسات الأخيرة لاتفاق على إنتاج عشر حلقات جديدة من مسلسل الخيال العلمي أميزينج ستوريز وذكرت المصادر أن أبل خصصت مليار دولار لبدء إنتاج هذا العمل الفني شكرا على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سابسكرايب إن تم الإعجاب بذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك